دجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو للفنان أحلام الشامسي وقد تدول ناشطون الفيديو مشيرين إلى التغير الجذري في وجه أحلام وفي التفاصيل نشر أحد الحسابات المعني بأخبار المشاهير على انستغرام فيديو لأحلام وهي تتحدث فيه عن حفلها وعلق على الفيديو بالقول أحلام بعد آخر عمليات تجميل وقالت أحلام في الفيديو أنها تجهز حفلة عظيمة في أبو طبي وقد أعرب الناشطون عن صدمتهم بتغير شكل أحلام مشيرين إلى أنها عمدت إلى نحط وجهها وتصغير أنفيها وشد عينيها ما جعلها تظهر بشكل لا يشبه المعتاد وانقسمت أراء الناشطين منهم من دفع عنها مؤكدا أنها لم تجري أي عملية تجميل وما شكلها هذا إلا بسبب الضعف من عكسها على وجهها بشكل جلي أما البعض الآخر فقد رأى أن أحلام قد خضعت لعمليات عدة وغيرت بشكلها بنسبة كبيرة في محاولة منها لتبدو أصغر سنن وهذا ما لا يليق بها مشيرين إلى أن عمليات التجميل وجدت لتحسين الشوائب وليس لتغيير الشكل حوى قررت التأكد ما إذا كانت الفنانة أحلام قد خضعت مؤخرا لأي عملية تجميل وقد تبين أن الشكل الذي ظهرت فيه أحلام هو بسبب فلتر ولم تخضع لأي عملية تجميل وصابقا كانت الفنانة أحلام قد نشرت فيديو لها عبر حسابها الخاص على انستغرام تقول فيه أنها خضعت لعملية تجميل للتحسين من شفاهها وذكرت أن اسم عملية التجميل هي الشفاه الألماسية وعلقت أحلام على الفيديو قائلة أنا متعودة قبل أي حفل عشان تشوفوني أجمل أكيد بعد التعب والإرهاق والطيران والسفر لازم زيارة خاصة للدكتور وظهرت الفنانة في الفيديو بدون مكياج وتحدثت عن نتيجة وتأثير العملية التي خضعت لها وقالت إنها لا تعتمد على حقن الشفاه بالمواد الصناعية المعتادة مثل الفيلر وإنما على استخدام أنواع من الفيتامينات التي تمنح الشفاه لون ورديا وتجعلها أكثر امتلاءا كما وانتقدت أحلام عمليات التجميل الرائجة قائلة دائما تحقنون شفايفكم بمواد وهذا غلط ونصحت متابعيها باتباع هذه العملية بدلا عن غيرها وأيضا كشفت أنها خضعت لعملية تجميل للأنف باستخدام حقنة واحدة فقط لإجعل الأنف يبدو أصغر حجما ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة